السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه لو مهتم بجديد والمفيد فعله من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرد عشان وصلك كل ما هو جديد ومفيد فعله من التطبيقات في القناة عندي هادع رفج التطبيقات المفيدة واللي بتسأل عليك حياتك اليومية التطبيقات الفيك والتطبيقات الهكار نرد ان شاء الله مع شارك تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ايزي كاش التطبيق ده خاص بقروض يعني خاص بقروض لو انت عايز تعمل صلفة عايز تستلف محتاج فلوس مزنوق في مبلغ الحاجات دي كلها التطبيقات دي بيكون علشانها بس دي يا جماعة بتبقى من ضمن التطبيقات اللي مش كويسة التطبيقات اللي هي لما بتخش عليها عشان تحاول ان انت تستلف بيخش على يعني انت يخلي التليفون بتاعك يدينه سماح ان هو يعني يخش على كل حاجة عندك في الجهاز جهات الاتصال الصور الفيديوهات اه كل حاجة عندك في الجهاز الجهاز عندك بيبقى حاجة مفتوحة بالنسبة له ده طبعا عشان يضمنوا حقهم ان انت تعرف ان انت يعني هترجع الفلوس اللي انت خدته عن طريق ايه بقى عن طريق ان هو لما بيخش على الجهاز بياخد نسخة من كل الداتة اللي عندك بعد كده اه لما يجي معادة الدفع بتاعك وانت مسلا تأخرت بتاعك كده كده تلاقي بدا ايه وصل لجهات الاتصال اللي عندك اه رقم متسجل باسم والدك باسم والدتك باسم اخوك باسم اختك اه حد من قريبك اي حد من الحاجات دي تلاقي بدا يتواصله معاه بيكلموه اه يعرفون انت عليك فلوس ان انت مستلف مش هيعرفوه طبعا المبلغ اللي انت مستلفه ده هيعرفوه المبلغ اللي انت واخده وبالفوايد بتاعته كمان وطبعا بيبقوا حاطين فوايد كتيره هو طبعا في البداية بيغريك يقول لك القرض اه تبقى عليه فوايد قليلة وكلام زي كده بس بعد كده لما بتخشه وتيجي بقى تتعامل بجد معهم وكده لان بيديوك مبلغ قليل ممكن مسلا يديوك بتين جنيه خمسمائة جنيه ده يعني اقصى حاجة ولك لو صدقت هن اه يعني صدقت في الدفع الفلوس مسلا اه بتبقى واخد مسلا الفلوس دي لمدة اسبوع لمدة شهر لمدة اسبوعين اه يعني حاجة بسيطة مش كبيرة بعد كده لما بتدفع تلاقي الفلوس اللي انت هتدفعها اه بقت فايدة عالية ممكن توصل معك لعشرين تلاتين خمسة وتلاتين في المية من قيمة المبلغ اللي انت واخده وتسدده مسلا في خلال اسبوعين اسبوع فتلاقي نفسك ان انت طالع خسران وتلاقي نفسك كمان ان انت النسخ الدات اللي عليك وكده هتلاقي بعد كده اه الداتة اللي عندك اصلا كلها راحت عندهم متعرفش بقى الداتة دي ممكن يعملوا بها ايه يعني ممكن لو حطت مسلا صور حد عندك اه بنات بنتك اختك مراتك اي حد من الحاجات دي ممكن الصور دي تلاقيها بتنزل اه في المواقع اللي مش كويسة يعني بيبقوا بياخدوا داتة من الناس اللي هم زي كده ويعملوا بها ادعاية واعلان وتطبيقات اللي هي بتخلي البنات تتكلم رجالة وكده بياخدوا برضو الصور يخلوا يحطوها حاجات زي كده برضو عشان ان الناس يخشوا يتكلموا وبهم صور واخدين مثلا فيديوهات واخدين صور واخدين حاجات زي كده كان البنات دي حقيقية عنده تطبيقات دي كلها بتبقى تطبيقات مش كويسة طبعا وموضوع القروض مبدئيا نفسه موضوع كله مش كويس موضوع حرام ربنا محرم القروض اه السلف والرجوع الفلوس بالفايز او بالفوائد او الكلام ده كله كل ده حراء بس كده ده يعتبر يعني الشرح المبسط للتطبيق طبعا وتطبيق لسه جديد اه مساحته حوالي 14 ميجا محمله حوالي 100 الف شخص كمان اه البنات اللي هي بتبقى محتاجة مثلا فلوس مبلغ ولا كده ده بيبقى التطبيق بالنسبة لهم يعني لما يجوا يخش ويحاولوا انهم ياخدوا يعني قرد ولا حاجة بالنسبة للبنات طبعا الموضوع سهل جدا لان بالنسبة لهم البنات فريسة احسن من الرجالة كمان يقول لك انا اخش عن ده على التليفون بتاعها اخد بقى كل صورها وفيديوهاتها وجهات الاتصال والحاجات اللي هي زي كده دي فارجوكم سموا ارجوكم سموا ارجوكم ابعدوا عن تطبيقات القروض لانها تطبيقات مش كويسة تطبيقات حرام ربنا محرم القروض محرم الرجوع الفلوس بالفايز او بالفوائد او الحاجات دي كلها بس جدا الشرح الموسط للتطبيق لو عجبك شرح التطبيق اريد تدوس لك للفيديو لو عايش شرح التطبيق معين يريد تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت في التطبيق ميزة او فايدة غير اللي انا قلتها يريد تكتب في الكومنت احنا هنا قناة خدمية بين ساعد بعض وبينفيد بعض فلو اكتشفت حاجة اكتبها انا في الكومنت وكلها نساعد بعض وكلها نفيد بعض شكرا السلام عليكم موسيقى